اشتركوا في القناة حضيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساد ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخر إبراهيم عليه السلام وفي قصة أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه عليه السلام ثم فداه بذبح عظيم روي أن الله جل وعلا أوحى إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك فقال يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد فأوحى الله تعالى إليه أفهو أحب إليك أم نفسك قال بل أحب إلي من نفسي قال فولده أحب إليك أم ولدك قال بل ولده قال فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أم ذبح ولدك بيدك في طاعتي قال يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا ويستوجبون بذلك صحطه فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عز وجل يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب اشتركوا في القناة